السلام عليكم ازايكم كل سنة وانتوا طيبين معاكم وفاة السليمة والنهاردة هنعمل ايه يعني ضياف ضيافة العيد ايه رأيكم تعالوا نشوف هنعمل ايه ضيافة العيد وان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا منها كتير انا هنا طبعا انا هشيل المفارش اللي في البيت انا كنت عاملة تنظيفها عميق قبل رمضان بكم يوم بس عملت حاجات بسيطة قوي هنا زبطت الكعك والبسكوت والقريبة والبتيفور وحطتهم ايه للنحية بتاعتنا احنا يعني الناحية اللي بيعود فيها ايه لقعدة الجلسة العادية احنا هنا ده في الصالون همسح بس لاني نضفت وخلصت مسحت الشبابيك والابواب هنا دي الضيافة بتاعتنا احنا على قد القهوة والدلة شوفوا ان الدلة دي عزيزة علي قوي فنجيم دي جبتها برضو من مكة ايام العمر السنة اللي فاتت ربنا يرزقنا ويرزق الجميع يا رب ان شاء الله ويوحدنا زيارة تاني دي سكرية انا اشتريتها عشان هايه شكل واخده شكل نفس الخيط الدهبي اللي فيها هنا انا حطيت الكبايات هجهز المناديل اضبط القهوة بحيس انه يعني نعمل جو في العيد احنا كده كده مش خارجين احنا قاعدين في البيت هحضر الطباق ودي ديافة الضيوف اذا حد جاي مصلا يلاقي الحاجة جاهزة مرتبة ونظيفة وكل كل 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 جاهز على قد ما تقدري جاهزي كل حاجة طبعا لو عندك اولاد خلي بالك عشان ما يوقعوش حاجة وكده دي فيها الشوكولاتة طبعا فالدن دايما تبقي مستعدة ومرتبة البيت على اساس ان ايه الدنيا تبقى تماما هنا ده قبل العيد بيوم وانا زبطت المكان خلاص ورتبته ما فضلش معايا قدامي يعني غير حاجات بسيطة جدا هنا عشان اضيف لمسة حلوة للمكان جبت النجوم دي فاكرين في اول رمضان كنت عاملاها معاكم جبتها وحطيتها تحت التلفزيون بالتدريج كده عشان تدي شكل للمكان بتاعي او انا حضرت البخور هنا والمبخرة عشان اول يوم ايه العيد الصبح لازم نبخر البيت كنا سنة اللي فاتت بنصلي بس السنة دي ربنا ان شاء الله يكرم الكل ترجع البلاء الثاني يا رب ان شاء الله يبعدان هالوباء والبلاء ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عقابكم ما تنسونيش من لايك والشير سبسكرايب للقناة دمتم بحير سلام عليكم كل سنة وانتو طيبين يا رب والسعادة وراخد بال دايما المرتحين سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة